بعد أكثر من أسبوعين على الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان وما أعقبه من موجات سونامي لا يزال البحث جارياً عن ضحايا الكارثة بعض السكان قرروا العودة إلى منازلهم علاهم يجدون شيئاً قد يعينهم على شظاف حيات ما بعد الزلزال أنا قلقة للغاية مما قد يحدث لهذه البلدة فالناس تركوها واتجهوا إلى الداخل خوفاً من الموجات البحرية أشعر بأن المكان سيصبح مأوى للأشباح لكن البعض الآخر يخشى عواقب أكبر للزلزال الذي أدى لانفجارات في محطة فوكوشيما للطاقة باتت تهدد بكارثة نووية أعتقد أن هذه المناطق شهدت نهايتها فلا أحد سيجرؤ على البناء مجدداً خوفاً من حدوث موجات تسونامي في المستقبل في هذه الأثناء تعمل قوات الجيش على بناء مقابر جماعية لضحايا الزلزال الذين تخطوا حاجز العشرين ألف قتيل بحسب إحصاءات غير رسمية كان الزلزال الذي وقع في الحادي عشر من الشهر الجاري وبلغت قوته تسع درجات على مقياس الاختر قد أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الياباني ويتوقع البعض أن تبلغ فاتورة الخسائر أكثر من مائتي مليار دولار حازم الخولي بي بي سي اشتركوا في القناة